السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتكم تعلم انجليزي مع grammar ro كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وعلى ما يرام إذا كنت أول مرة تشوف هذا الفيديو تشترك في القناة فعل جارس بس توصل بكل جديد إن شاء الله ما تنساش دل يوحد الجيم عاد بدا الفيديو نبدأ على بركة الله هذا الفيديو هذا سيكون خاص ببعض العبارات المغربية كنقولوها احنايا كيفاش ترجمة ديالها باللغة الانجليزية وكذلك سنتعرف على كلمة واحدة ونحاول نستخرج منها جزء الكلمات يعني في كل جزء سنتعلم ثلاثة كلمات إن شاء الله بطريقة جد جد بسيطة نبدأ على بركة الله العبارة الأولى وهي في التأني السلامة وهذه العبارة كنقولوها دائما في اللغة ديالنا العمية دا با غادي نتعلمو كيفاش نقولوها باللغة الإنجليزية ويقالوا لهذه العبارة هذه بيتر سيف دان سوري بيتر سيف دان سوري من كلكم تنتقوا داك بيتر بير بحال لده دابل تي كتنتقوا بحال آر مخفافة بير بير سيف دان سوري بير سيف دان سوري العبارة الثانية وهي أنا في عجلة من أمري يعني أنا مزروب لا بغايت تقول شي واحد باللغة الإنجليزية أنا مزروب I'm in Harya I'm in Harya I'm in Harya كتحاول تلاقي الكلمات مع بعضياتهم باش تجيك سهلة في النطق I'm in Harya I'm in Harya I'm in Harya أنا في عجلة من أمري العبارة الثالثة وهي طميني عليك يعني لا بغايت تقول شي واحد كي بقيت باخير طميني عليك كنقول لها باللغة الإنجليزية let me know you are okay ولا let me know you're okay let me know you're okay ولا let me know you are okay العبارة الموالية وهي لا يمكنني الاستغناء عنك شي واحد ما يمكنكش تستغناء عليه بغايت تقول له باللغة الإنجليز تقول له ما يمكنكش تستغناء عليك تقدر تقول له بها الطريقة هذه واللي هي I can't do without you I can't do without you I can't do without you هذه كانت عبارة لا يمكنني الاستغناء عنك أما بالنسبة لكلمات لا تتمادى يعني ما تصرش عليك إما كنقوله بالعامية فنقول له باللغة الإنجليزية Don't go too far Don't go too far Don't go too far please لا تتمادى من فضلك Don't go too far please هذه كانت عبارة لا تتمادى شي واحد عزيز عليك وما قادرش تودعه مثلا صافاره وما قادرش أنك تسلم عليك تقول له مثلا لا أستطيع أن أودعك باللغة الإنجليزية تقول له I can't see you off I can't see you off I can't see you off I'm sorry I can't see you off هكاك القول لي عبارة لا أستطيع أن أودعك أما بالنسبة لعبارة إلزم حدودك يعني إلزم حدك ما تتطورش عليها مثلا Know your limits Know your limits Know your limits يعني أعرف الحدود ديالك أو لا إلزم حدودك من فضلك Know your limits please Know your limits أما بالنسبة للعبارة الموالية والتي هي لا تشتس أفكاري أو لا متلهينيش لا تلهيني رفزول شي واحد متلهينيش تديرش حاجة اللي هي مهمة وبغيتي ما يلهيكش تقول له بالإنجليزية Don't distract me Don't distract me بالزربة Don't distract me Don't distract me Don't distract me أما بالنسبة للعبارة الموالية لا تستخف بي أو لا تحتقرنيش يعني ما تطيحش مني تقول له باللغة الإنجليزية Don't belittle me Don't belittle me هذي بزربة بشوية Don't belittle me Don't belittle me يعني ما تتصغرنيش مثلا ترتيش بسالة الأب ديالك والأخ ديالك الأكبر والأختك الكبيرة وقلت له عافك عافك بلا ما تضربيني يعني ما تبخيني ما تضربيني ما تعدبيني ما تعدبيني كما بالهضرات ديالك بغتي تقولها باللغة الإنجليزية كنقوله Don't scold me Don't scold me Don't scold me Don't scold me معنى آخر For example عندنا Fire Fire هي العافية أو النار Wood والخشب Fire النار Wood الخشب إلا لصقناها الجوج ديالكلمات فغلت تعطينا كلمة Firewood Firewood وهو الحطب Firewood وهو الحطب شو كيفاش جوج لكلمة لصقناها معطونا كلمة أخرى أما الآن أنا مره الكلمة الموالية عندنا day كلمة day واللي تعني يوم وكلمة dreams هي أحلام يعني الأحلام اللي كتحلم بالليل dreams الأحلام day يوم إلا جمعنا بجوش كي يعطيك كلمة أخرى واللي هي day dreams day dreams هي أحلام الياقادة أنت هي فايق وقال اسم ملاهي قالتك تخمم إلا كنت قالتك تخمم ما تكتسمو أحلام الياقادة يعني day dreams بدنا كذلك كلمة out هي بالخارجي أو خارج out وعندنا door باب يعني باب ديال دار door وout إلى لصقناهم كلمة أخرى واللي هي outdoor يعني في الخارج ولا في الهواء الطرق ولا خارج البلاد مثلا outdoor نرى قصد بها خارج يعني بلاد البلاد الأم وكذلك في الخارج يعني outdoor يعني خارج الدار أو في الهواء الطرق ولدينا كذلك كلمة day اللي هي يوم day يوم break break يكسر to break break day إلى لصقناه مع break كذلك تعطينا day break ومطلع الفجر وبزوغ الفجر day break day break وبزوغ الفجر أو مطلع الفجر وكذلك لدينا كلمتي horse حصان shoe حداء horse حصان shoe حداء إلا لصقناهم كذلك horse shoe horse shoe هي الحدوة ولا حدوة الخيل هي الحديدة اللي كندروها من تحت يعني الأرجل ديال الحصان أما بالنسبة كلمة home فكتعني بيت home بيت town هي مدينة أو بلدة home بيت town مدينة أو بلدة لصقناهم بجوش كتعطيك hometown hometown يعني يعني بالعامية ديالنا هي بلد النشأ يعني فين تزاديتي وفين تربيتي أو لا ما سقط الرأس يعني فين خلاقيتي وتربيتي وكبرتي هي كننقول لحنا home town my home town is يعني مسقط رأسي من وكذلك كلمة hand فكتعني يد hand يد shake hand shake shake يهز أو يرتعش يعني إما كيتش حاجة كتتهز أو لا يرتعش كذلك كنقوله shake هي كتقبل شي حاجة وكتخلطها يعني كتشيك إيها كنقوله حنا يبدأ رجالنا وإلا لصقناهم كتعني hand shake hand shake واللي المعنى ديالها المصافحة يعني hand shake هي المصافحة وكذلك لدينا door كما قلنا هي الباب باب door وعندنا step step هي درجة أو خطوة step by step خطوة بخطوة يعني step إلا لصقناهم كتعني كلمة door step door step هي درجة أو اعتباط الباب يا دك الدرجة أو لا اعتباط ديال الباب door step يا الاعتباط ديال باب door ولدينا كذلك كلمة half هي نصف half يعني نصف الشيء شي حاجة النص كنقول النص دياله half sister هي الأخت إلا لصقناهم half sister يعني أخت غير شقيقة يعني اخت فرضاعة مثلا ولكن مش شقيقة خطوة half sister ولدينا كذلك كلمة break ويكسره كما قلنا عدنا fast fast عنده جوش ديال معاني يعني صيام أو أنا صائم كتقول I'm fast I'm fast It's Ramadan I'm fast أنا صائم أو لا أنا سريع I'm fast يعني أنا سريع وقبطنا جوش ديال الكلمات ولا سقناهم فكيعطيونا معنى breakfast breakfast هو الفطور هي وجبة الفطور break fast أوكي لدينا كذلك hour hour ما كنقولوش hour كنقوله hour يعني ساعة واحدة يعني ساعة واحدة وعدنا glass لو زجاج إلا لسقناه نصلوا لكلمات hourglass اللي هي ساعة الرملية hourglass هي الساعة الرملية hourglass hourglass هي الساعة الرملية وهذا ما كان في هذا الدرس كنتمنى يكون الإعجاب ديالكم وحصلتوا على بعض المعلومات سواء بالنسبة للعبارات أو استخراج الكلمات بكثرة من كلمة واحدة أو رسق بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية باش تحصل على كلمة جديدة إلا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وشيس علي قزوين وتبرتجوا القناة مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة بسلامة تلافرسكم ترجمة نانسي قنقر